بسم الله الرحمن الرحيم على الله توكننا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين صدق الله العظيم أيها الأخوة المواطنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من صوتكم من الستوديو التاسعة ونبدأ معكم الرصدة لهذا اليوم الخميس السادس عشر من أيار مايو لعام الفين واربع وعشرين أيها الأخوة المواطنون أنا صراحة كما يفترض أن يوم السبت المقبل ستكون هناك جلسة خاصة في جدول أعمال مجلس النواب العراقي بضمنها اختيار الرئيس الجديد لمجلس النواب أيها العراقيون أنا صوتكم وإبنكم وخادمكم أريد أوجه رسالة مواطن إلى أعضاء مجلس النواب كعفة إذا تسمحوني ورسالتي حقيقة أردبنيها كمواطن أؤكد كمواطن بقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العالم فأيها الأخوة النواب من هذا المنطلق الرباني أقول والذين استجابوا لربهم هاي بينكم بين رب العالمين ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في ذلك وأقاموا الصلاة هاي بينكم بين رب العالمين وآخرها ومما رزقناهم ينفقون هاي بينكم بين رب العالمين لكن أردقف عنده وأمرهم شورى بينهم أي تشاوروا بالأمر واختاروا الأفضل ولا يتعنت بعضكم برأيه فقط للعناد أيها النواب كافة الذين تمثلون كما يفترض الشعب العراقي الذي يلود براية واحدة هي راية الله أكبر أقول إليكم جميعا أنظار العراقيين إلى اختيار الرئيس الجديد لمجلس النواب من هو هذا الرئيس؟ أكو أسماء مقدمة لكن شنوة الأساس اللي في ضوءه راح يكون اختيار رئيس مجلس النواب الجديد رجع لي بالله هنا الزمين المخرج أكو قوانين معطلة وفي مقدمتها قانون العفو العام وأكو قوانين أخرى مهمة كقانون نفط الغاز والعلاقة الشائكة بين المركز وأقليب كردستان أكو قانون المحكمة الاتحادية أكو قانون وقوانين وتشريعات يجب أن تفعل وتغير لأن نحن جاي نمشي بقوانين من العهد العثماني والعهد الملكي والعهد الجمهوري صارها أكثر من مئة سنة كلها تنتظر أن يكون هناك رئيس جديد للسلطة التشريعية فأنتم أمام أمانة شبيرة ومسؤولية شبيرة لا تروحون براي التاهوات لأن السيارات تجي وتروح يا جماعة السيارة ما تقيم نائب عيب أنه والله يغشون الواحد يقولوا له هاك سيارة ووقف ويانا لا ليش ما عندك عقل ما عندك ضمير حي أختي أو أخي النائب البعض طالعين يقول لك مو ذولة اللي يريد يرشحون مثلا الشيخ النائب سالم الأيسى ومو ذولة كلهم ضد الحلبوسي يا جماعة اذكروا الله الحلبوسي وليدنا إحنا جبنا وإحنا حزمنا وإحنا حملنا المسؤولية وصار رئيس لمجلس النواب موظف بصفة رئيس مجلس النواب خلاص صار اللي صار عليه ما حتخلينا عنه من إيده للأسف الشديد بس ما تخلينا عنه وليدنا وقفنا له لحكينا طلع حاله هو هاي المحكمة الاتحادية وهي هاي المشاكل استشارنا وقلنا له سويتش أو ما استشارنا فخلاص يا جماعة هذا وليدنا تحمل مسؤولية الأخ محمد العلبوسي الرئيس محمد العلبوسي وخلاص خلصت إحنا مو عداوة إحنا نبقى كليتنا عراقيين يفترض يجمعنا هدف أسماء والشيخ النائب سالم العيساوي عراقي وابن ابن الدولة العراقية وشاب عراقي يتحمل المسؤولية وحملتوا المسؤولية لمواجهة الإرهاب وحملتوا المسؤولية لأكبر الملفات في البرلمان وجربتوه وجربتوه إحنا ما عدنا ترى شوفه أردى أقول لكم الرجل النائب الشيخ سالم العيساوي ترى ما شعر المنصب أحتيكم يا بصراحة طاقب طاق أردحتي اليوم شوي اسمعوا لي أهلي أردحتي يا طاقب طاق لا نائب لا شيخ سعوب شغلة النائب لا شيخ سالم مطر العيساوي تزيد فخر هو خادم لهله بأي مكان يكون ولا حزب السيادة وعزم وحسم واللي تآلفه تزيدهم فخر إنه والله صار من عندنا أو ما صار من عندنا إحنا شوفه إحنا عكس بعض الصغار العقول يقولك والله أنا قاطع الجلسة خليش تقاطع الجلسة يعني بعض دولة ما الجماعة تقدم أجل قاطعهم جلسة هذا العراق أنا واثق إنه وليدنا محمد الحلبوسي في لحظة زمنية رح يجي يقعد بينه وبين نفسه يقول والله أنا دمت على السويته عليش هالإعناد وعليش بالعكس الأخ محمود المشهداني همو ليدنا بس شايبنا هسا حمي بلغ سن التقاعد وخلي الرجاع ليرتاح ليش وازينا الجرج ما يقدر يصعده نتمنى على الصحة والسلامة ما يروح يقعد يكتب مذكراته بس مع ذلك إذا تريدون أنت تختارون وتتحملونها والشعب ترى ما يسكت الشعب باشر عقب هم يحاسب وتختارون محمود اختاروا محمود بس أما انتلب عقولكم بضمائركم بقلوبكم مؤمنين الأخ محمود مشهداني يقدر يتولى هاي المسئولية لو هي مناكفة وعناد إذا مناكفة وعناد راح تدفعون ثمن والشعب العراق راح يدفع ثمن وهذا ما ريده وإذا تحمل المسئولية فاختاروا الرجل المناسب للمكان المناسب حتى مسيرة تستمر والعراق يمضي ويصير عندك سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية متعاونتين مع بعض وتتعاونوا يام السلطة القضائية لإقرار القواني المهمة ماكو واحد بعد أنا أقول لكم يعني يقول لك ماهو قاطع البرنامج يعني يسا أنا أين واحد راح يفوز يقول لكم يا بصراحة إحنا يسا مثلا إحنا كعراقيين أي واحد راح يفوز من اللي رشحوا راح نوقف وياه ونساند حكس الباقي باقي ويقول لك مؤامرة ضد الحلبوزي لا يعني مو مؤامرة بس أنت ساند اللي يتحمل المسئولية حتى ينجح ما نجح هذا هو قدر نجح أنت يكفي أنت وقفت وياه وساندته أما المقاطعة شا تجيب المقاطعة ليش المقاطعة شفادت يعني إذا واحد يقاطع الانتخابات ما أحد يحترف بالانتخابات لا يعني ما يحترف العالم كله بالانتخابات لهم شاركين عشر بالمئة المقاطعة ما يصير برلمان موذيشة الكتلة الصدرية اللي بزودها وبعزمها حصلت 73 مقعد وقاطعت البرلمان البرلمان ما صار صار والحكومة صار فارجوكم من مواطن لكم يا النواب أنه تحكمون الضمير أن تستهدفون اللي يجمعكم لا يفرقكم وتمضون لاختيار رجل مناسب لهذا المكان مناسب وصدقون رح يوصل إحنا نقول لحياك الله أهلا وسهلا بك لكن رح نحاسب والراخبة أيا كان صح أنا من المشجعين كمواطن ومن ورائي أنا شفت ملايين مواطنين بردود فعلهم ويختيار النائب الشيخ سالم العيساوي لأنه شهب عراقي وما جربنا بتحديده برئاسة سلطة بها الأهمية والريدة يتحملها المسؤولية لأنه عندها القدرة وعندها العزم وعندها الشجاعة وعندها الرؤية اللي تخليه قائد بهذا المفصل والله يقدم لبيه خير ونبقى ننتظركم هي بعد أقل من 48 ساعة شوفوا وش راح نسوون هاي هاي رسالتي لكم رسالتي الثالية حقيقتاً أنا أردى أوجه التحية للأخ رئيس مجلس الوزراء السيدة محمد شاع السودان المحترم وتحية اليوم لسبب أنا والله المكتب الإعلامي للسيد رئيس مجلس الوزراء متفضلين هم يرسلون نشاطات سيد رئيس مجلس الوزراء أنا بعضها أعتبرها نشاطات بروتوكولية يعني المواطن ما راح يوقف يمها لكن أكو نشاطات أخرى أحسها نشاطات رجل دولة وتثبت أن الدولة العراقية جاء تشتغل صح والحكومة العراقية ككل جاء تشتغل صح يحتاج تكثيف إعلامي نحوها بمعنى أول البارحة هو عقد جلسة مهمة عبر دائرة تلفزيونية والأخ أعتقد الأستاذ فاضل الأستاذ دكتور فاضل الفرطوسي اللي هو مدير عام الموالع والمشف على ميناء الفاول كبير دائرة تلفزيونية وقاعد رئيس الوزراء والأخ فاضل واقف من أمام المشروع وجاي يحتي لعلى شقد جاي نسوي وشم رصيف والآن رصيف الخامس إن شاء الله راح يخلص خلال فترة القريبة المقبلة وسأل أسئلة مهمة أنا عندي بس ملاحظة قبل ما نشوف النشاط للمكتب الإعلامي الأخير رئيس مجلس الوزراء أو يابا مع الاحتران مكتب الإعلامي للأخير رئيس مجلس الوزراء أنا تمنيت كعراقي كمواطن في ظل هذه الخطوة المتقدمة للآن حكومات الخدمات وما بعد الخدمات جاي تعتمدها شيء تتمنى عليك اتقعد الوزراء المختصين كلهم قاعدهم مثل ما أنت قاعد وكل واحد قاعد ويسجل ملاحظاته ليش الميناء الفاول الكبير ما يخص النقل فقط ما يخص الموانئ فقط يخص العراق كوركو رؤية اقتصادية مستقبلية بالمستقبل المباشر والقريب والمتوسط والبعيد الأمد واتقعد رؤساء كلها كردية عربية قاعدها ومدراء المدراء العامين مع القنوات الفضائية يقولهم قاعدوا تدري ليش انت بيش حال حملتهم مسئولية انه هاي قنواتكم يتم التركيز عليها بصحفكم يتم التركيز عليها لأنه مو بس تنقلوا للسلبيات تحت عنوان الرأي والرأي الآخر انما الإيجابيات يجب أيضا للتركيز عليها لكن بالمجمل خطوة مهمة أنا حقيقة استقطعت لكم جزء مهم من هدها خلنسوا عشقان السلام عليكم دولة الرئيس شوالك استاذ فرحان قوالك الله يطيك العافية دولة الرئيس رحب رحب دولتكم اليوم في مشروع ميناء الفاو أهلا وسهلا بشري شواله العمل الحمد لله الأمور طيبة والأعمال بحالة تقدم مستمر كل مشاريعنا بطيني موقف على كل مشروع المشاريع الخمسة نعم دولة الرئيس اليوم احنا بالوقت الحالي متواجدين على مشروع الأرصفة الخمسة وتحديدا في رصيف رقم ثلاثة ان شاء الله بعد ما أعلننا عند استكمال رصيف رقم واحد وثلاثة وأربعة تحديدا بعد 15 يوم من اليوم سوف نعلن عن استكمال رصيف رقم خمسة نسبة الإنجاز بهذا المشروع تجاوزت الـ 95% شنو يعني استكمال الرصيف الرصيف هو عبارة عن سطحة زائدا واجهة بحرية بالمفهوم البحري هناك أعمال أخرى تخص المشروع بصورة عامة هي أعمال تحت الرصيف الأعمال البحرية والأعمال اللي نربط بيها الأرصفة مع ساحة الحاويات تحديدا هذا المكان اللي هو خلف من عندي هذه الأعمال حينما تستكمل إن شاء الله في شهر العاشر سوف يصبح المشروع منجز بنسبة مئة بالمئة يعني قصدك الرصيف بالمنطقة اللي خلفه نعم بالمنطقة اللي خلفه اللي هي ساحة الحاويات دولة الرئيس نعم بالنسبة للمشروع الآخر اللي هو على يساري واللي هو مشروع ساحة الحاويات وصلت نسبة الإنجاز بيب تقريبا بحدود الـ 75% استكملنا عمليات الردم المساحة المتبقية لم تردم إلى الآن بحدود 250 في 250 من إجمالي مساحة كلية 2000 متر في 600 متر علما أن عماق البحر في هذا المكان تتراوح من 5 متر إلى 8 متر إن شاء الله على نهاية هذا العام سوف نستكمل بالكامل عمليات الردم لساحة الحاويات المشروع الجديد اللي دخلنا بالعمل أمام دولتكم حينما كنتم متواجدين في مشروع ميناء الفاو اللي هو عملية تشفيف التربة واللي تعتبر ضمن الأعمال الفوقية حتى نقصر الوقت اللازم لعملية التشغيل بحدود سنة كاملة وصلنا به إلى مرحلة إنجاز بحدود 19% إشتغصد بتشفيف التربة للمنطقة اللي تردم للمنطقة اللي بجوارها اللي أساسا هي يابسة لا دولة الرئيس نعم المكانات اللي ردمناها من كانت بحر راح تبقى بعض المي والرطوبة تحت مادة السبباس هذه تأدي مستقبلا إلى عملية هطول بالتربة فإحنا حتى نتجاوز عملية الهطول بالتربة تزرع تيوبات اللي شوفها دولتكم الآن على الشاشات هذه التيوبات تزرع من خلال هذه المكائن وبنفس الوقت تصير عملية بريلودينج يعني تحميل أوزان من السبباس بالعامية ممكن نقول عملية عصر راح تطلع المي من هذه التيوبات إلى أن تجف تماما وتجرع عمليات الفحص حتى تنتقل للمنطقة الثانية هذه راح تستمر مع الأعمال اللي خاصة بالبنى الفوقية للتشغيل إن شاء الله على منتصف الستة وعشرين حينما يدخل العمل التدريجي للبنى الفوقية هي تبدأ تنتهي تدريجيا لكن إن شاء الله نص الستة وعشرين أو قبل الستة وعشرين هذه العملية تنتهي هذه حسب المخططات دولة الرئيس كانت المفروض تنتهي في منتصف السبعة وعشرين لكن إحنا قدمناها ودخلناها من الآن وأمر دولتكم بتوفير التخصيصات اللازمة لهذا الموضوع في جيتك عن ما كنت موجود بجولتكم في ميناء الفاو والحمد لله لأمور ماشية ومنسقين مع وزارة التخطيط لتأمين هذا الأمر سيد بالنسبة بالنسبة مالة الردم الردم بحدود تجاوزنا 75% دولة الرئيس والأرصفة الأرصفة تجاوزنا 95% نعم استمر بالنسبة للطريق الرابط ميناء الفاو مع مدينة قصر لربط بالطريق السريع واللي اعتبر دولتكم المقطع الأول لطريق التنمية أيضا واصلين به إلى مراحل متقدمة وصلت نسبة الإنجاز فيه بحدود 74% إن شاء الله عند الشهر الدعش من هذا العام سوف نستكمل اكساء الطبقة الأولى من ميناء الفاو إلى النفق المغمور دكتور فرحان من ساحة الحاويات يبدأ الطريق لا دولة الرئيس هذا تعتبر طرق داخلية أكو طريق من ساحة الحاويات إلى الطريق الداخلي الآخر اللي هو 14 كيلومتر اللي استكمل عام 21 هذا ضمن مشروع ساحة الحاويات وهذا موجود غير الطريق السريع هذا موجود الطرق الداخلية موجود دولة الرئيس وشغالين عليها نعم الـ 14 كيلو اللي أنجز في عام 21 الطريق اللي بالوقت الحالي هو يعتبر مشروع من المشاريع الخمسة هو الطريق السريع أو الطريق الدولي الرابط لميناء الفاو يبدأ تحديدا من مدخل ميناء الفاو عند فلكة العلم إن شاء الله الشهر للدعش من هذا العام سوف نستكمل إكساء الطبقة الأولى لهذا الطريق بالكامل إلى النفق المغمور سجلت أنا عليك شهر 11 كون أكو إكساء شهر 11 منجز عملية الإكساء بالكامل للطبقة الأولى أقول سجلت أنا رح أنتظرك إن شاء الله إن شاء الله عد وعدنا لدولتكم ما دامك داعمنا إن شاء الله الأمور بلا طيبة نعم ضمن هذا المشروع مجسرات اثنين بعد ما يطلع من النفق المغمور مجسر رقم واحد اللي هو يعبر الطريق الرابط لميناء مقصر بخورج زبر هذا نسبة الإنجاز ماله اتجاوزت أيضا 75% والطريق الثاني اللي هو راح يربط هذا الطريق بالمقطع رقم 2 لطريق التنمية وبنفس الوقت يربط بالطريق السريع أو الطريق الدولي اللي قادم من بغداد باتجاه البصرة شلو الأعمال اللي يهس جزيت في هذا الطريق شلو الأعمال ترابيس بيس وين وصلتوا واصلين للمراحل شبه النهائية بالسبيس وراح تبدأ عمليات إكساء الطبقة الكونكريتية إن شاء الله عن قريب جدا دولة الرئيس جقل السموك السموك مالتها 25 سنتيمتر دولة الرئيس الأعمال الأخرى بالنسبة للقناة الملاحية الداخلية اللي هي أيضا ضمن المشروع الأول المشروع الثاني اللي هو ساحة الحاويات هذه القناة الملاحية اللي أمام الواجهة البحرية للأرصفة الظاهرة بالوقت الحالي أمام دولتكم بالكاميرا للدرون هذه القناة الملاحية وصلت أمام الأرصفة العمق التصميمي اللي هو 19.8 وبطول 7 كيلومتر طبعا المتحدث هو الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي مدير عام الموانئ والمشرف على ميناء تنفيذ مشروع ميناء الانفاو الكبير وتحية لكل جهود العاملين والمهندسين في هذا المشروع العملاق الذي سيحمل الرؤية الاقتصادية إن شاء الله المستقبلية للعراق حقيقة أنا أردت قدم بالتحية والتقدير اليوم لنقابتنا النقابة الوحيدة اللي هي مقطعية النقابة الوحيدة التي تعتبر هي نقابة كل العراقيين لأنها نقابة المدافعين عن حق المواطن وبالتالي نقابة المحامين العراقيين هي بيت كل عراقي وهي بالتالي تعتبر مؤسسة وطنية سيادية لأنها تحمل مسؤولية الدفاع عن المواطن والوطن فهي عن بقية كل النقابات العاملة في العراق وعن مختلف القطاعات هي لا تمثل قطاعا وإنما هي تمثل العراق نقابة المحامين العراقيين اليوم بموقف نفتخر ونتشرف به عندما عندما قامت السيدة نقيب المحامين العراقيين السيدة أحلام اللامي وبطلب من أحد أعضاء الهيئة العامة هو الخبير القانوني العراقي الأصيل أستاذ صفاء اللامي وبتأكيد من مجلس النقابة الموقر بأنها أثنت وأشادت بدور قناة الفلوجة الفضائية بكتاب الرسمي هذا الكتاب الرسمي هو وسام شرف لنا جميعا كصحفيين عراقيين وفي ستوديو التاسعة ولي شخصيا فأنا أفتخر وأعتز أن يصدر هكذا كتاب من مؤسسة وطنية نعتبرها سيادية كمؤسسة ونقابة المحامي العراقيين بيت كل العراقيين وتضعنا أمام مسؤولية الاستمرار بالدفاع عن حق المواطن خلال نشر المواضيع الوطنية والخدمية فتحي لنقابة المحامين والسيدة نقيب المحامين السيدة أحلام اللامي على هذا الوسام الوطني الذي نفتخر به في جهدنا الصحفي وفي ذات السياق فإن مؤسسة عراقية وطنية هي بيت العراقيين أيضا قناة الفلوجة الفضائية وبشخص مديرها العام الأستاذ الدكتور عمر راغب زيدان هم بالمقابل يؤكدون على دعمهم المستمر لنقابة المحامين العراقيين والهيئة العامة ومجلس النقابة والسيد نقيب المحامين السيدة أحلام اللامي بكل ما ممكن من جهد إعلامي ومن تعاون مشترك بين الفلوجة كقناة فضائية وطنية عراقية وبين نقابة المحامين العراقيين التي أيضا نؤكد من خلالها بأننا نقف مع النقابة ومع حقها ونؤكد على أهمية تشريع القوانين والعمل بها التي تخدم النقابة كقانون النقابة وغيره فتحية لهم جميعا مع التقدير والثناء طبعا احنا رصدنا في اليومين الماضيين حدثين مهمين الحدث الأول هو كان ذهاب السيدة أحلام اللامي نقيب المحامين العراقيين إلى محافظة ميسان واللقاء مع المحامين في المحافظة لبحث المشاكل الداخلية هناك يعني احنا بصراحة ما اريد افهم شنو اللي صاير يعني بمحافظة ميسان ومما دعا ان تكون السيد نقيب المحامين ان تروح بنفسها لحل هذه المشاكل ولماذا تحديدا في محافظة ميسان وهيئة الانتداب في المحافظة او في مجلس النقابة في المحافظة بالمقابل هذه طبعا رح نسأل الخبير القانون استاذ صفاء اللام بعد شوية عليه ونعرف الجواب اكيد بالمقابل احنا رصدنا لكم مشاركة سيد نقيب المحامين العراقين سيد احلام اللامي في مؤتمر مهم عقد مع لجنة المحاميات المركزية ومنتدى الاعلاميات لمناقشة العنف الاعلامي ضد المرأة طلع خبر انا تابعت بالمنصات مع التواصل اجتماعي يتحدث عن انه السيدة نقيب المحامين منعت المحاميات من الظهور الاعلامي الحقيقة هي ما منعت المحاميات من الظهور الاعلامي وانما هي تحدثت عن اسس معينة يجب ان تلتزم بها من تتحدث بين مزدوجين كمحامية هناك شروط وضوابط محددة تحددها النقابة لمن يخرج للحديث للإعلام وخاصة من المحاميات لانه الاستهداف عليها ان يكون كبير جدا هي فسرت ذلك ووضحتها بما يلي اساءة باسم المحامية والنيل من المرأة العراقية غير مقبول وهذا ممكن ان تتعرض لها المحامية الى عقوبة سلوكية ومهنية يا بحرية التعبير اوكي بس كمحامية لاذا تستخدمين كلمة محامية وتحاولين ان نتبينين بان هذه القضايا هي قضايا عامة وقضايا موجودة في المحاكم العراقية هسا موجودة احنا مدى نقول ما موجودة والله العظيم موجودة وموجودة موهسة موجودة عبر السنين وموجودة بصورة فردية بس ما نتقول احنا لقينا حالات كثيرة بالخيام لدينا مشكلة بالعكس انا اشجع المحاميات على الظهور الاعلامي وتثقيف المجتمع قانونيا انا من المؤيدات لانه احنا بكل صراحة ست نبرس سابقا كان عندنا فقط الله الرحمة استاذ طارق حرب ايوه المحامي الوحيد اللي كان يظهر ويحلل ويعتبر خبير خبير واحنا نفتخر بيك محامي وعدنا خلينا صورته بالمتحف ويستحق واني معا انه المحاميات الزميلات المحاميات ايضا ان يظهرن بالاعلام لكن عليهم انه يوضحن المثالة بالاخطاء المسائل القانونية كثقافة قانونية لكن مو بطريقة تحط من قدر المرأة العراقية وتحاول تبين بان المجتمع العراقي مجتمع منحل ومجتمع فاسد وشغلات كذا 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 يعني افتهمنا موجودة هاي الحالات بس مو هاي الطريقة لانه المواطن يثق بالمحام ايضا اخو المواطنون الخبير القانوني الاستاذ صفاء اللامي تحية واحترام لجنابك الكريم وسعيدين ان نلتقيك وشكرا جزيلا لكم وللسيدة نقيب المحامين والهيئة العامة للمجلس النقابة لهذا الثناء والتكريم الذي نفتخر به ونعتبره وساما وطنيا للاعلام العراقي ككل حياكم الله مرحبا مرحبا بك استاذ انوار مرحبا بمشاهدي ومتابعي قناتكم الكريمة لا شك اننا نثمن كل الجهود الوطنية والشريفة التي تصب في مصلحة الوطن والشعب وتصب في مصلحة المواطن اولا واخيرا كما اننا نفتخر بوجود اعلام يدعم كافة القضايا الوطنية بصرف النظر عن الانتماءات الطائفية والعرقية بكوننا مؤسسة ومستقلة وركون مهم من اركان العدالة في الدولة العراقية انتم تستحقون ذلك بكل تأكيد يعني هذا الربما يدفعنا للسؤال يعني ما هي رسالتكم او رسالة النقابة لقناة الفلوجة الفضائية لكل كوادرها ومنهم كوادر برنامج استوديو التاسعة اكيد احنا عندما تكر الرسالة بالمؤسسة وطنية احنا نعتبرها بيت كل العراقيين نقابة المحامين اكيد سيكون بالنسبة للعاملين الصحفيين منهاج عمل فما هي رسالة النقابة بالتالي للفلوجة ولكل المؤسسات الاعلامية نقابة المحامين كما عودتنا سابقا وحاليا تقف في مستوى واحد من جميع المؤسسات الاعلامية وتدعم الاعلام الحر والوطني دون تمييز وبالتالي نقدم شكرنا وتقديرنا لكافة العاملين في قناة الفلوجة ونحثهم على السير قدما في نفس المضمار ونفس المنهاج الذي يختطوه في دعم القضايا الوطنية بعيدا عن الانتماءات الطائفية والعرقية وبذلك نحن نؤمن كوننا قانونيون وندرك جيدا أن الدستور العراقي هو المظلة التي يجلس الجميع تحتها ومن ضمنها حرية التعبير عن الرأي وحرية الاعلام والصحافة سواء المرئية أو المطبوعات أو المنشورات أو المسموعة وبذلك ضمن هذا المبدأ القانوني المهم نحث جميع العاملين في قناة الفلوجة على السير وحث الخطة في تقديم كل ما هو جيد لصالح الشعب العراقي وتبني كافة المواضيع التي تخدم الشعب العراقي نحن ندرك تماما الرسالة التي تقدمها قناة الفلوجة من خلال دعم كافة مواضيع مثل قانون العفو العام الذي يجد خلف القضبان كثير من الأبرياء من خلال تدعيم مشاريع القوانين التي تهم المواطن وكذلك من خلال رصد قناة الفلوجة لكافة الأحداث التي تهم المواطن وأحداث سواء الشارع العراقي أو الدولة العراقية بصورة عامة كما أننا نقف كسند أمام القانون حقيقي لكل مظلوم ولكل بريء ولكل فاقد حقه ويريد استعادته من خلال القادة وهذه رسالتنا بصورة عامة لكل الإعلاميين وبالأخص قناة الفلوجة ونحن من قناة الفلوجة نأكد وكما قال الأستاذ الدكتور عمر راغب زيدال مدير عام بأننا نقف قلبا وقالبا مع نقابة المحامين ومع تعزيز عملها ونؤكد إن شاء الله أننا كمؤسسة وطنية إعلامية نقف مع كل عراقي ومع كل مؤسسة وطنية أستاذ صفاء أنا إذا تسمح لي أريد أسألك على بعض الأخبار التي ليس فيها تفاصيل يعني غرفة النقابة في ميسان يعني استغربنا من العنوان أنه لحل مشاكل داخلها داخل الغرفة يعني أو داخل المحافظة أو شلون يعني بزيارة السيدة النقيم نعم طبعا تعرف حضرتك أعداد السادة زملاء المحامين جدا عالية وبالتالي كثير من المشاكل تحدث في كافة الغرف هناك رهاصات هنا رهاصات هنا وعلى سيدة النقيب أن تزور هذه الغرف باستمرار طبعا قبل ميسان كانت بالبصرة قبل ثلاثة أيام تقريبا أيضا التقت بالسيد رئيس استئناف والتقت بالزملاء السادة المحامين ودرسة المشاكل وتدليل العقبات التي تواجههم تقلت إلى ميسان أيضا هناك مشكلة أعتقد حتى مع سيدة محامية يمكن خلال مراجعتها لأحد دوائر تابعة إلى مجلس محافظة ميسان وبالتالي ذهبت السيدة النقيب إلى هناك وتداركت الوضع وذللت كل العقبات التي تواجه هذا الموضوع وتمحل حالة الموضوع الآن اليوم قبل أن نظهر من الدوام كانت السيدة النقيب في طريقها إلى محافظة الأنبار أيضا لحل إذا كانت مشاكل هناك إن وجدت يتم حلها من خلال لقاء السادة المحامين وهيئات الانتداء فسيدة النقيبة بدأ خلال الأسبوع يكون زيارات ميدانية إلى كافة غرف المحامين بالمحافظات أضافة إلى زيارتها إلى غرف المحامين في بغداد البارحة كان عندها افتتاح لغرفة المحامين في محكمة الكراد وقبلها زيارات ميدانية إلى باقي الغرف في بغداد عمل نقيب بالمحامين عمل شاق ومتعب جدا ويحتاج لجهد ووقت ثمين فيتكرس وقتها يعني ليس منيحا هذا الموضوع مرئي ومسموع بالنسبة لكل السادة الزملاء المحامين يشوفون يشوفون تتحرك على كل غرف المحامين سواء في بغداد وفي محافظات إضافة إلى هذه الأعداد وكذلك هناك خطوة جيدة جدا من معالي رئيس السلطة القضائية الأستاذ فاق زيدان بتوجيه السادة رؤساء الاستناف بعقد اجتماعات دورية مع رؤساء الانتداب في كافة الغرف في عموم العراق اللي داخل المحاكم وهناك اجتماعات مشتركة مع السادة القضاء لحلحلة العقبات والمشاكل إن واجهت العمل في ذلك وذلك حرصا منه من سيادته إلى العدالة هي ساحة لإحقاق الحق أمام كل مواطن وكل عراقي إن شاء الله أستاذ صفاء إذا تسمح لي أيضا استفسار آخر يعني البعض اشتغل إعلاميا على منصات التواصل الاجتماعي لتفسير حديث سيدة النقيب المحامي الأستاذ أحلام اللامي بالاجتماع المشترك بين لجلة المحاميات المركزية ومنتدى الإعلاميات وكان العنوان الذي تم ترويج إليه لا أعرف هل هو حملة منفوعة الثمن مقصودة أنه سيدة أحلام أمرت بمنع ظهور المحاميات على الإعلام وعلى الفضائيات وفي البرامج هل هذه حقيقة أم هذا الخبر أنا بس هذا المقطع طبعا استماعنا يرى لو ينشر تسجيل الكامل حتى يكون واضح أمام الرأي العام لكن بهذا المقطع ماكوش إشارة مين جابوا هذا الخبر طبعا الأسف الشديد أنه نحن بالعراق نعاني من مشكلة التسويق الإعلام الخاطئ أو المستهدف لبعض الرموز والشخصيات مو بس أمام سيدة نقيب المحامين كثير من الشخصيات السياسية يتم استهدافها بهذه الطريقة وكثير من الشخصيات بالدولة العراقية يتم استهدافها بهذه الطريقة أنه يتم استقطاع جزء معين والتركيز على جزء أبدا هذا الاجتماع كانت حاضرة قبل أسبوع تقريبا وكان اجتماع مشترك بين لجنة المحاميات ومنتدى الإعلاميات العراقيات وأكدت سيدة النقيب من خلال هذا الاجتماع عبر تصريح أنها لديها الرغبة في أن يتصدن المحاميات للظهور الإعلامي ولكن ضمن السياقات القانونية بالفترة الأخيرة خليف أسر لك ليش تصرحت سيدة النقيب بالفترة الأخيرة كان هناك ظهور إعلامي خاطئ لبعض زميلاتنا المحاميات طبعا هذا ينتج من خلال عدم الخبرة وعدم الدراية في موضوعات معينة تعرف تحضرتك الظهور الإعلامي ليس شي سهل أن توقف عمام الكاميرا ويشتابعك ملايين من الناس وبالتالي تكون مسؤول سيما وأنت رجل قانون تكون مسؤول على كل الكلمات التي تصدر تختلف عن كونك محامي باعتبار أنت حامي للقانون ومتحدث بلغة القانون فسيدة النقيب كانت أمام مطالبات واسعة من زملائنا المحاميين والمحاميات أضاء الهيئة العامة وحتى من أبناء المجتمع العراقي بتنظيم الظهور الإعلامي وبذلك من خلال هذا الاجتماع أعلنت عن رغبتها في أن يتقدمنا المحاميات للظهور الإعلامي ولكن ضمن منطق ولغة القانون وبالتأكيد هناك تعليمات سوف تقوم النقابة باستكمالها وسيدة النقيب هو لوجود آليات للظهور الإعلامي طبعا هناك رغبة من السيدة النقيب في أن تكون هناك دورات وورش عمل لتدريب كثير من المحامين والمحاميات على الظهور الإعلامي واستخدام السياقات القانونية أثناء الظهور الإعلامي وكيفية الحوار ويكون التدريب من خلال إعلاميين مختصين وجهات رسمية معتبرة بإسم الأستاذ الدكتور عمر راغب زيدان مدير عام لقناة الفلوجة الفضائية مستعدة ومن خلال مكاتبها في العراق وتحديد مكتبها الرئيسي في محافظة أو في العاصمة بغداد لتقديم الدعم وإقامة ورشات مشتركة لتقديم دورات تدريبية للمحاميات فيما يخص الظهور التلفزيوني هذه من قناة الفلوجة مع التحية إلى سيد نقيب المحامين نحن على استعداد تام قناة الفلوجة في ذلك بسم نقابة المحامين أشكركم جزيلا شكر لهذه المبادرة حتما نشوف سادة نور أحيانا الظهور الإعلامي ينهك سلبا على مهنة المحامات بسرعة مصيحة إذا كانت محامة سيدة نقيب حددت خلال هذا الاجتماع على جزئيات والنساء بصورة عامة بالعراق للسيدة النقيب يعني مثلا بعض الزميلات تتكلم بالعموميات قالت مثلا نسبة الانحراف النساء بالعراق هو 90% هذا الكلام من يعمم بهذه الطريقة معناتها يعني نحن عدنا كل مئة مئة امرأة بس عشرة منهم صالحات هذا خطأ ومجحظ حق المرأة العراقية لا ننكر أن هناك حالات فردية موجودة في كل مجتمع وفي كل دولة لكن ذلك لا يعمم على نيل من مكانة المرأة العراقية هذا مثال يعني وكثير من الهفوات التي تكون خلال الظهور الإعلامي بالتحدث عن أرقام معينة وهي أرقام غير حقيقية مثلا تطلع شخص يقول مثلا نسبة الفقر بالعراق 80% هذا الاحصاء ليس صحيح نسبة الفقر بالعراق 20% لازم ناخذها من وزارة التخطيط التي يجيها مختصة أو مثلا نقول نسبة المحكومين أو الموقوفين بكذا رقم وهذا الرقم لا يصبح نطلق جزافة لازم ناخذها من مصدرها الرسمي أما وزارة الداخلية أو مجلس القضاء الأعلى وبذلك كثير من هذه الأمثلة أضرب لك أنه يجب أن يكون القانون يمن يتحدث أمام الإعلام يكون حديثه يتضمن معلومات صحيحة ودقيقة لأنه أمام مسؤولية كبيرة كونه يحمل سلاح القانون وبذلك هذا الاجتماع سيدة النقيب تحدثت عنها بعد تقديم شكاوة من قبل نساء كثيرات من أبناء المجتمع وتعرفت المتدى الإعلاميات سألصفة أقطع سألصفتك بخير سألصفة سألصفة وضع ضوابط فيما يخص ما يقدم كموضوع ولو حتى الشكل والظهور لأن الظهور لا يمع علي بلحظات وسيارتها المحامية وهي يعني شوي يعني فهم قصد يكون مع الاحترام للجميع هن كلهم بناتنا وخواتنا ونعتزبين ونفتخر بهم لكن البعض بدأ يقارن بينهم وبين الاستعراضيات وهذا غير صحيح لأنه يحمل المسؤولية أنه القانون بدأهن يعني تدري هذا القاضي هميا أنت تعرف أنت سيد العارفين القاضي راح يقعد وقدامه محامية إذا هو يعني هو إنسان إذا يجوز عدم ثقة بما تقدمه يعني وهذه هم لازم لازم تحافظ على ثقتها وعلى ثقة الناس بها للعلم أيضا السيدة خلود الزيادة مديرة العلاقات والمتابعة في برنامج ستوديو التاسع أتقول أنا مستعدة خاصة أن هي تحمل شهادة مدرب بالإعلام لتقديم الدعم والتدريب وإن شاء الله هي خلود في بغداد إن شاء الله يكون لقاء إياكم وإيا سيد نقيب المحامين العراقيين بهذا الخصوص أنا أريد أقول سؤال آخر الشي استجد على قانون النقابة تم التصويت تم الإقرار صار نعم بالنسبة لتعديل مسودة قانون المحامات حتى ما يفوتني أنا أشكر الأستاذة مدير العلاقات في برنامج ستوديو التاسع الأستاذة خلودت شكرا جزيلا نقدر ونثمن هذه الخطوة تعديل لا زال في أدراج مجلس النواب نتأمل من سادة أعضاء مجلس النواب تعرف أنه حاليا الجدل مثار حول اختيار جلسة لانتخاب رئيس لمجلس النواب وسادة النواب مجغولين بهذا الموضوع وتعرف أنه هناك جلسة مهمة ويحتدم الصراع على هذه الجلسة لاختيار رئيس لمجلس النواب استمرار التواصل مع أعضاء مجلس النواب ونحثهم على أنه بعد هذه المرحلة بعد انتخاب الرئيس أو خلال هذه الفترة أن يتم إدراج تعديل قانون المحامات ضمن جدوى الأعمالهم وبالتالي يتم إقرار هذا القانون لما له من أهمية كبيرة للمحامي العراقي وتدليل كافة العقبات التي تواجه بعض أعمال السادة المحامين في الهيئة العامة وكثير من المشاكل خاصية أنه قانون النقابة المحامين تمثل واجهة والركن المهم من أركان العدالة في الدولة العراقية يعني معرف إذا كانت هناك جلسة يوم السبت سيمرر من خلالها رئيسا لمجلس النواب جديد أو لا أنت أنت أشوف أنا أشوف أنا أشوف من خلال قراءتي للوضع إذا مضت الجلسة دون وجود شغب أو تعطيل لاستكمال هذه الجلسة يعني تعطيل يمكن أما خلق فوضى داخل قاعة مجلس النواب كما حدث سابقا أو من خلال عدم يعني كسر النصاب القانوني لهذه الجلسة إذا مشت الجلسة ضمن النصاب القانوني سيكون هناك رئيس لمجلس النواب جديد في قادم الأيام يعني أتوقع ذلك بس هناك بعض الإشكالات يعني حتى جدوى الأعمال الجلسة المفروض مثل هي جلسة مهمة وهناك صراع سياسي على هذا المنصب بأن يكون هذه جلسة جلسة خاصة لانتخاب الرئيس يعني شفنا جدوى الأعمال وحضرتك شفته وجود قانوني يعني قانون العطل اللي هو عليه إشكال أصلا يعني مهمات أيضا ويتم إدراجهم ضمن جلسة اختيار الرئيس يعني سألت مثلا صراع على سألت وقال لولي شن السبب أحشكي هذا مصدر شن السبب لتعطي للجلسة لا مصدر من أعلى رئاسة المجلس يقولون إحنا نريد نضمن أن النواب يدخلون الجلسة ويتم حسب الأعداد وكل شيء هذا حتى نمشيها فإحنا إذا نبدأ ما رح يدخلون فلريدهم يدخلون حتى شوي يصير أجواء بس اللي يريدهم يدخلون ويصدر بيناتهم شوي أجواء تفاهم وإيجابي يبديلهم وبقالون العطل يعني واحد يقول لك يريدهم بس يدخلون هذا التبرير ما استاذا أنه هذا التبرير ما أعتقد سليم لأنه حتى من يدخلون لقانون العطل وقبل البحث في جلسة انتخاب الرئيس يقدرون يكسرون النصاب يعني يطلعون من القاءة وما لا يقفلون لبواب عليهم ومنعونهم من الخروج من القاءة تعرف حضرتك بهذا الموضوع وصارت سابقا في جلسات سابقة فبالتالي يبقى كل شي مرهون بجلسة يوم السبت وكل شي الاحتمالات واردة أن نشوف مثلا أمام رئيس جديد طبعا نقعيتي ذلك عشية تقديم السيدة جينين بلاس خارت اليوم أمام مجلس الأمن الدولي مهمة وذكرت بنص العبارة أشكلت على الدولة العراقية أنه بعد مرور خمسة أشهر لم يتم انتخاب رئيس لمجلس النواب وهذا أيضا يضع الحكومة العراقية أو الأساس العراقيين في حرج أمام المجتمع الدولي لأن اليوم هي هذه الحاطة الأخيرة التي قدمتها ممثلة الأمين عام للأمم المتحدة وعبرت عن ذلك من خلال قالت جلسة الرئيسية يجب أن يتم انتخاب رئيس بما في ذلك إضافة للأشياء التي عشتها بخصوص انتخابات أقليم كردستان وغيرها من الوضع الأمين وغيرها من الأشياء فأعتقد سادة النواب يكونون محملين بهذه المسؤولية الكبيرة لتمرير جلسة ومرحلة القادمة هي مرحلة مهمة لكسر الجمود السياسي حاليا فعلا نحن نمر بجمود سياسي هناك كاركوك وديالا لم يتم حد الآن انتخاب محافظ لها عندنا مجلس النواب بدون رئيس عندنا بعض القوى السياسية يعني هناك شكالات من أجل الصراع السياسي عندك تيار الصدري يستعد ويتهيأ للدخول في مرحلة جديدة قادمة وبالتالي هذا الجمود وهذا الحراك يجب أن يختزل لمصلحة المواطن العراقي من خلال استقرار العملية السياسية هذا مؤشر والمؤشر الآخر أنه خلال يومين الماضيين شفنا هناك خلل أمني تعرض وحدات من الجيش العراقي في منطقة الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وديالة وأدى إلى استشهاد عدد من الضباط والمنتسبين اليوم كان هناك تعرض أمني في محافظة كاركوك وهذا أيضا يجعل الحكومة أمام مسؤولية سيماو أن هناك دعم كبير للقوات الأمنية في التصدي لهذه المجاميع المسلحة والإرهابية فاستقرار الوضع السياسي تمتد آثاره إلى استقرار الوضع الأمني إلى استقرار النمو الاقتصادي إلى استقرار في الناتج اليومي للمواطن العراقي من خلال عمله من خلال تحركاته إلى آخره نعم طيب أنا أردس لك سؤال يعني قد يكون مفاجئ في ظل هذه الرؤية السياسية لكنه سؤال عقائدي ووطني ويعني للأسف أخذ بعد سياسي بالنسبة لعيد الغدير الأغر والمطالبة بإقراره كعطلة وطنية كيف ترى كقادم هذا الشد والأخذ يعني مو أخذ بعاد بعيد عن الهدف الأصلي يعني الإمام علي عليه السلام هو إمام كل المسلمين كل المؤمنين بالعالم أكثر من مليار ونص بالعالم كلهم ينظرون بقدسية الإمام علي عليه السلام لكن الموضوع يبدو أخذ بعد آخر بالعراق نعم طبعا الخوض بهذا الموضوع حتى لا نكون شديدين على السياسيين وإنما بس كتعبير عن الرأي أقول أن المفروض المواضيع اللي بيها بعد طائفي قد يهز ثقة الطرف الآخر بالعملية السياسية سيما ونحن شركاء بهذا الوطن هناك مكونات كثيرة داخل العملية السياسية طالما أكو خلاف على إدراج هذا الموضوع ضمن جدول الأعمال فما كدعي أنه تهتز هذه الثقة وبالتالي هذا يفتح الباب إلى مثلا أن الشيعة أراد لهم عطل لعيد الغدير يطالبون قد المكون السني بيعطل إلى يوم يرونه مناسب والمسيح كذلك وغيرها من الطوائف والأديان بالبلد وبذلك الموضوع يجب إبعاد الشق الطائفي عن المسيرة الديمقراطية ضمن العملية السياسية يعني أبو الأنبار أنا تابع أبو الأنبار عنده وجهة نظر مثلا أو أبو المكون السني يقول ليش تفرض علي عطلة بعيد يعني ما لازم يكون عيد إلي أو المقابل للطرف الآخر مثلا تجيب تدرج عطلة تخص مكون معين وتجيب على مذهب الشيعي أيضا وبذلك نقول الخلافات هذه قد تزعز ثقة الناس وجعلهم متحابين ضمن سياق هذا الوطن ضمن العملية السياسية يجب إبعاد الأشياء الطائفية من منظومة القوانين والتشريعات وبالتالي الإمام علي كان راعا لكل الفقراء والأيتام وكان عادلا إلى الحد الذي حكم به دولته على صراط العدل والإحسان وذلك لا يحتاج إلى عطلة كي نحتفي به نحتفي به دوما من خلال عندما تنظر لكافة الأيتام كيف يكون راعيا لهم فهذه وجهة نظر شكرا شكرا للخبير القانوني الأستاذ صفاء اللامي وشكرا لقابة المحامين الغراء شكرا جزيلا لكم أستاذ صفاء شكرا جزيلا أنا زمي المخرج انطيني دقيقة ويا هاي الكاميرا أنا أريد أقول بعيدا عن أن تقر كعطلة أو لا تقر كعطلة رسمية عيد الغدير الأغر مقدس والإمام علي عليه السلام هو وصي الله وكلنا كمسلمون أكثر من مليار وخبسمائة مليون مسلم بالعالم نقدس ونجل آل البيت عليه السلام عليهم السلام أجمعين ونتشيع لهم بمعنى نناصرهم كما نصير على سنة نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبالتالي أنا في ضو دعوة سماحت سيد القاد مقتد الصدر عزه الله بأن تكون هناك صلاة جمعة موحدة في يوم غد أدعو كل المؤمنين بهذا الخط الإصلاحي الوطني أن يخرجوا بالملايين وتسمح تسيد القاد مقتد الصدر عزه الله ونبقى في العراق عراق الإيمان والمؤمنين عراق الأنبياء وآل البيت الكرام شاء من شاء وأبا من أبا عشتم مع عاش العراق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته